شكرا لكم فيديو جديد و هذه المرة لدينا هذه اللابتوب الأيسر ترافل مات المشكلة مع هذه اللابتوب إخوان إنه لو جينا وحاولنا نشغلها بهذا الشكل طبعاً اشتغلت اللابتوب رح نشوفكم الصورة كيف نعرض نعرض بهذا الشكل اللي شوفه منكم صورة مشوهة على الشاشة وصير بيها مثل النمش وصير لونها خضر طبعاً اقتداءً قمت باستبدال الشاشة مع الجهاز وضلت نفس المشكلة واستبدالت الفلاتا أيضاً وبقت نفس المشكلة بعدين لاحظت وجود لحامات على الكوننكتور الخاص بالشاشة LVDS Connector شفت بي لحامات وشفت أن البلاستيك مالتا ذائب فصراحة انشكت بالكوننكتور فقمت باستبدال الكوننكتور بهذا الكوننكتور اللي شوفه أمامكم بعد استبدال الكوننكتور بقت نفس المشكلة طبعاً موديل البورد الخاص بهذه اللابتوب هذا أمامكم وموديل اللابتوب أيضاً راح أترك لكم على الشاشة طبعاً المشكلة انحصرت حالياً بالميذر بورد فخلينا حاول نصلح هاي المشكلة سوية فخليكم متابعين شباب جبنا البورد واجينا على الميذة الثانية خلينا نروح واشرة إلى وضع السكوب مثل ما شوفونا أمامكم شباب هذا الكوننكتور اللي قمنا باستبداله راح نجي ننزل المخطط والبورد فيو الخاص الخاصين بهذا البورد حتى نقوم بالتأكد من سلامة خطوط الداتا ونتأكد من سبب مشكلة يعني التشوه اللي صاير بالصورة فخلينا نروح إلى الديسكتور ومثل ما شوفونا هنا عدنا هذا البورد فيو هذا الاسكماتيك خلينا نفتح البورد فيو ايه اخوان هذا الكوننكتور او الالفي دي اس او الالسي دي فانالكوننكتور هنا امامكم على المخطط وهنا البورد فيو وهذا الكوننكتور ايضا عليه لو دي جينا ضغطنا على الكوننكتور راح نشوف الخطوط كلها امامكم ظهرت طبعا احنا مهتمين بخطوط الداتا وليس البورد لانه اشارات البورد موجودة وسليمة فقط عدنا نتشوه بالصورة فرحنا نتم فقط بفحص خطوط الداتا او خطوط نقل الصورة على الشاشة فمباشرة راح نجي على الخطوط الخاص عرض الصورة والهنا عدنا PCH LCD clock على الرجل رقم 10 طبعا العاد يبدأ من اليمين الى يسار مثل ما شوفون يعني هيا رجل رقم واحد وهيا رجل رقم اربعين فلنجع الرجل رقم 10 اللي هي PCH LCD clock ووراها الرجل رقم 11 اللي هي PCH LCD data ذلك الخطين راح نتأكد من سلامتهم وايضا بعدها راح ننتقل الى فحص PCH TX out وال PCH TX out plus واحدة ما ينص هذا plus وعن هاي اشارة differential وهنا عدنا PCH TX out ناقص واحد وزائد واحد ايضا هذه اشارة differential وهنا عدنا اشارة اخرى ايضا differential يعني هاي اشارات data كلها مسؤولة عن الصورة فراح نتأكد من سلامة هذه الخطوط كيف راح نقوم بذلك اول شي راح نجي نبدأ بالخطة الاول اللي هو هذا PCH LCD clock و data راح نتأكد من سلامتهم فنجي نفحص او نقيس على الرجل رقم 10 فنجي طبعا ناخذ الملتيمتر على وضع الملتيمتر ناخذ على وضع الدايود بهذا الشكل خلينا نروح نتأكد من سلامة الرجل رقم 10 و 11 طبعا الرجل رقم واحد هنا مثل ما اتفقنا وهذا الخط الاول يمثل الرجل رقم 10 طبعا الاشارتين مثل ما شوفون من جايين على هذول المقاومات نجي نشوف القراءة ما هذا القيمة الممانعة على هاي الرجل 793 ولو جينا على الرجل الاخرى 1059 طبعا اعتقد هاي ما دفرينشال هاي الاشارات يعني الاختلاف بيناتهم ممكن يكون طبيعي يعني بين القيمتين خلينا ننتقل الى اللي بعدها ونشوف على يا رجل بالضبط كانت على الرجل الرقم 13 و14 ايضا عدنا على الرجل الرقم 13 و14 عدنا خطوط او اشارات لازم تكون عدنا بنفس القيمة او بنفس الموانعة الموانعة نفس القيمة واحد من طيني موانعة قيمتها 599 مثل ما شوفون او 599 مثل ما شوفون امامكم والرجل الثانية او البن الثاني ما بي اي موانعة دلالة على وجود خطع بهذا المسار هذا فيما يخص هذور الخطين خلينا ننتقل الى خطين اللي بعدهم مباشرة الخطين اللي بعدهم عندنا هذا طبعا هاي الرجل الرقم 13 كانت السليمة والا 14 فحصناها كانت مقطوعة طبعا لو جينا شفنا هاي الرجل من وين او وسب موصولة ما رح نشوف لها توصيل على هذا الجنب فراح نقلب البورد على الطرف الاخر على هاي الصفحة ولو جينا شفنا وين موصولة رح نشوفها موصولة بالPCH مثل ما شوفون على الرجل الرقم 897 هذا الرجل مقطوعة يعني هنا هاي النقطة اللي طالعة من PCH ما واصلة الى الكوننكتر مع الشاشة خلينا نروح نتأكد من سلامة بقية الارجل عندنا رقم 14 قدنا بها قطع نجعل الرقم 16 و 17 نتأكد من سلامتهم ايضا 16-17 خلينا نروح مرة اخرى الى الاسكوب وهنا عشرة 12-13-14-15-16-17 16-17 open loop مثل ما شوفون ايضا ماكو توصيل على هاي الرجل والرجل اللي بعدها رجل رقم 17 عليها 134 لو جينا شفنا الرجل رقم 16 وين رايحها خلينا نروح مرة اخرى الى الاسكوب هاي الرجل رقم 16 وين موصولة على هذا الطرف ما لها وجود ولو قلبنا الى الطرف الاخر هنشوفها ايضا جاية على البي سي ايج على الرجل رقم 872 اذا هاي اشارتين مفقودة عندنا ومصدرها هو البي سي ايج فخلي نجي نكمل قياس نحتاج نقيس الرجل الرجل رقم 19 و 20 ايضا فنجي نروح الى الاسكوب مرة اخرى 19 و 20 هنا عشرة هنا عشرين هاي تسعة عشر على التسعة عشر عدنا خمسمية سبعة وتسعين وعلى عشرين خمسمية ستة تسعين هاي خطوط وسليمة بسرما واضحة مامكم الآن نجي نروح مرتلخ الى الى ونشوف خطوط اللي بعدها هنا رجل رقم 22 و 23 نتاكد ايضا من سلامتهم على وضع الاسكوب هنا بنا عشرة هنا عشرين اي 21 و 22 خمسمية سبعة تسعين واللي بعدها خمسمية ستة وتسعين ايضا سليمة اذا كل الخطوط اللي بعد هذين الخطين سليمات عدنا هنا مشكلة برجل رقم 13 كانت بها قطع او 14 عذرا وكان عدنا قطع برجل رقم 16 او 17 يعني لو جينا صلاة الله 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 صلاة الله كلام والرجل رقم 13 ايضا كانت مصدرها او موصلة وايضا بها قطع بالمسار فصراحة اخوان هذا البورد قديم فاما ايستاهل نبذل الا بي سي ايج لان ممكن يكون البي سي ايج ثمنه غالي يفوق ثمن البورد كلها فاللي راح نسوي شن اخوان اللي راح نسوي هو كالتالي بما انه البورد قديم ومن الجيل الاول فراح نكتفي فقط بعاملية واحدة أو محاولة واحدة وهي انه نرفع الحماية عن البي سي ايج هاي الحماية من الأطراف راح نرفع الحماية عنها ونقوم بالتسخي انتلج على Pch بجا مايشن ونخرخل للبيسيج لعله ستكون المشكلة فقط فصل باللحامات لو كانت لادنا مشكلة كانت فصل باللحامات بعدما راح انخرخل البيسيج اج ونعيد لحامة ونسية الريفلو مفروض يشتغل لادنا البورد بشكل جيد الخيار الثاني انه ممكن نعمل الريبولنغ او نقوم باستبدال البيسي اج وهيره الخيارين راح استبعد لانه الخيار الاول الريبولنغ راح يست على ايدي نعدنا وقت واستطاح هذا البورد ما مجدد لانه بورد رخيص وممكن انه استبدال لبورد كامل ارخص مما اتعب روحي بوضيع وقته بالعملية الريبولنج او ممكن انه نضطر نبدل البي سي ايش ككل وهذا ايضا راح يكون مكلف وغير مجدي لانه استبدال البورد راح يكون ارخص علي فنحن المحاولة الوحيدة اللي راح نقوم بها هي عملية ريفلو او اعادة لحيم لهذا البي سي ايش وممكن انه بشكل كبير انه راح تتصلح لحدنا المشكلة فخليكم متابعين خلي نروح مرة اخرى تحت الميكروسوب ومثل ما تشوفون اخوان هذا البي سي ايج امامكم راح نقشن نرفع هاي الحمايات اللي على اطراف مالته نسخن على درجة حرارة مثلا ميتين وثمانين ونقوم برفع هذه الحمايات اذا بعد ما قمنا منرفع الحمايات اخوان عن البي سي ايج كثير ما شفته اذا اش نحتاج نحتاج نخلي بكمية كافية حتى نروح نسخن على البي سي ايج اخوان بما انه اغلب الاخوة الفنيين ما عدهم مكاين اه ما عدهم مكاين اه بجي اي ماشين فخلينا نستخدم الطريق الهدغان هستخدم الهدغان في عملية فننزع الفوها مثل ما تعودنا او تعلمنا بدروس سابقة ننزع الفوها حتى تكون الفوها عريضة ونجي اه نقوم بعملية التسخين اه بواسطة الهدغان وراح نطلب الهوى الى كرشي ونقع درجة خرارة الى درجة حرارة ١٥٠٠٠ فننفطل على العدد الكاميرا ثواني نستفعلكم الكاميرا طبعا بعد ما خلينا الفلوكس نجي نسخن لو شفون على اطراف الفيسي اخوان الفلوكس اللي خلينا توزع بالتساوي على ومن جاي سخن انه يظهر من جميع خواب طبعا بعد ما سخنا نحاول لسا نحرك نتفعه من هالطرف بشكل بسيط ما قاعدين دفعوا لينا لانه بعدها ما ذايب طبعا تحت الميكروسكوبي في العمل ميزا عاما هو بكون تسخين عامودي طبعا يصعب علي اعمل تحت الميكروسكوبي فراح نروح الوضع الهاند يجي نكمل بهذا الشكل يسخم من شكل عامودي مثل ما اتفقنا درجة حرارة ٢٠٠٠٠٠ نحن خلت 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 بي سي ايج حركت من مكانه سنتظر شوي برد حسا بعد ما قمنا بتسخين بي سي ايج وتحريكه خلت خلت من مكانه اعتقد المفروضة بس لو كان عندنا مشكلة باللحامات فالمشكلة تكون حلت فخلنا روح نجرب النتيجة سوا ونشوف راح نصير عندنا فرق بالآآ بالتشغيل او لا او قبل ما روح نشغل خلين روح اا اا وضع السكوب وانفع الممانعات اللي رفعناها ببداية الفيديو خلينشوف راح يطغير عندنا شيء ولا لا بالقياسات اخوان هسا بعد ما قمنا بعملية التسخين والخلخلة على البيسي ايج لهذا البورد خليني نجي نرفع الممانعات مرة اخرى على خطوط الديفرينشات ونشوف الممانعات اه صارت عدنا اه قيم صحيحة ولا ربقت الخطوط مقطوعة فقلنا كان اول شي عدنا خلل على اه الخط او الرجل رقم اه ثلاثتاعش عدنا هنا هاي عشرة حداعش اطناعش ثلاثتاعش عظلا اربع طعش اعتقد هذي الثلاثتاعش مثل ما شوفون عليها خمسمية سعة وخمسين وهاي الاربع طعش الاربع طعش اوبن لوب مثل ما اوضحتكم على الملتي ميتر ما على اسف هاي الرجل بقت فاصلة وما مواصلة من البي سي ايج الى هذا الى هذا البن ولو جينا على الرجل اللي بعدها اللي هي رجل رقم سطاعش ايضا اوبن لوب مثل ما تشوفون الرجل رقم اربع طاش كان عندنا بي خلل والستاش كان عندنا بي خلل واثنين هم بقوا على حالهم هذا دليل قطع على وجود تلف في شريحة البي سي ايج او تحتاج عملية ري بول وبالحالتين يعني صراحة ما راح اقوم باصلاح هذا البورد لانه راح اقوم باستبدال عندي منها بالخردة اكتر من بورد وما يستاهل التعب فليهنا اكون اه نهاية هذا الفيديو او وصلت لكل ما اريد تقديمه لكم بهذا الفيديو اتمنى يكون الفيديو عجبكم اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا من الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجراز حتى يوصلكم كل جديد كما يقوم سيبق الدائم وغاند قد او يتاك فهم الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة